تأثير إعجاج أو جنف العمود الفقري على الطول هذا سؤال جميل جداً ويدخل فيه مجموعة من الحاجات فيه شقين في الموضوع ده أولاً إحنا بنتكلم على أن الفقرات المصابة بالإعجاج أو مصابة بالجنف ديها فقرات نموها مش طبيعي بشكل كامل هي التي تشارك في عملية النمو الطولي للعمود الفقري بشكل كامل وبالتالي وجود عدد أكبر من الفقرات داخل في منطقة الإعجاج يأثر بشكل كبير على مجمل الطول الكامل اللي إحنا هنوصله عند نهاية النمو الجزء الثاني وده سيمبل جداً ممكن أن نقدر نتخيله إن العمود الفقري في وضع حرف الإس ده أو وضع الإعجاج هو أكيد بينتقس من الطول اللي هو نفس الفقرات ده نفس الوضع بتاعها لو استقامت في خط مستقيم وده بقى هياخدنا للنقطة التانية إيه من الفرق الطول ده أو نخصان الطول ده نقدر نحن نتعامل معاه لما بنعمل تقويم العمود الفقري الجزء الخاص بتشوه الفقرة نفسها وعدم قدرتها على النمو بشكل كامل إحنا ما نقدرش نغير في طبيعة الجينات أو في طبيعة التكويم بتاع الفقرة دي ولكن الجزء التاني هو طول المكتسب بعد تقويم الإعجاج إن الكيرف اللي موجود لما بيستقيم ويتفرد هنا فعلاً بيبقى فيه اكتساب لطول وده شيء مشهور جداً وبلاحظه جداً من اللحظات الجميلة اللي بدنا وما بين المريض بعد العملية إزاي إن هو بينام بيصحى لاقي نفسه طول وبعض الأحيان بتوصل لتبانية سنتي وتسعة سنتي فرق وكان عندنا يعني حالات جميلة قبل كده إنه كان البنودة تبقى مثلاً يعني أقصر من موضتها تطلع بعد العملية تبقى أطول وبتبقى لحظات جميلة بنتشاركها مع بعض وبتبقى يعني حاجات لحظات حلوة وتغيير من ضمن التغييرات الكبيرة والحياة الجديدة اللي بيعيشها مريض عجاج العمود الفخري بعد عملية التقويم بتاعته وده تأثير العجاج وتقويمه على الطول تابعونا في الفيديوهات اللي جاية والحلقات اللي جاية عشان نعرف معلوات أكتر عن تشاركات العمود الفخري وطرق تشخصها وقلاجها ومعلوات عن عمود الفخري بشكل عام خليكم معنا